باركاته زي حضراتكم عاملين ايه ربي دايما تكونوا كهير ومعاينا فيديو جديد وخبر جديد بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا منساش نعمل لايك نشترك في القناة وقبل ده كله نصالي على سيدنا محمد اللهم صالي على سيدنا محمد خبرنا النهاردة هو تأثر الاعلامية والصحفية خديجة على صديقتها وطبعا شغلة في قناة الجزيرة الصحفية شرين طبعا والحدث كان قليم جدا 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 ومهما تكلمنا عنه طبعا هو يعني كل الدنيا تكلمت عنه وكل الدنيا تكلمت عنها يعني ربنا يرحمها يا رب ان شاء الله وطبعا هي في تأثر شديد وفي قناة الجزيرة كلهم وقفوا حداد على روحها وكلهم متأثرين جدا جدا بيها والبنت اللي ظهرت في الفيديو جنبها قالت ان عاملات الاغتيال تمت يعني مقصودة لان كان فيه خناسة قدامهم زي ما هي حكت وان هما تمت ضرب برغم ان هي كانت لابسها لخوزة ولابسها لدرع الواقي ولكن طبعا ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اراد لكن هي بتقول ان هما كانوا قصدين هما قالوا الصحفيين دولة وطبعا كان الموقف صعب لان هي كمان ما كانش عارفها تشدها وحاولوا يهربوهم وحاولوا يوقفوهم وكل يوم المشهد بيتكرر مع ناس تانية كمان وكمان خديجة بتقول لو كان العدو يعلم انه كده هيكون خليت ذكراها ويعني جعل منها بطلة حتى احتفظل على مر السنين ما كانش عمل كده ربنا يرحمها يا رب وطبعا ربنا ينصر فلسطين نصرا مبينا اللهم امين من عندك يا رب العالمين شوف حضراتكم على الف خير يا ربي فيديو جديد وخبر جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته